اكد اسمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب اكد ان الرعاية الفائقة التي تحظى بها الرياضة البحرينية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه واهتماما ومسندة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله جعلت المملكة في مصاف الدول العالمية الكبرى رياضيا وساهمت في تحقيق المزيد من الانجازات وقدم سموه التهانية والتبركات إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى يده الله ورعاه وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بمناسبة تأهل منتخبنا الوطني لكرة اليد إلى منديال كأس العالم للمرة السادسة في تاريخه وأوضح سموه شيخ ناصر بن حمد الخليفة أن تأهل المنتخب الوطني إلى كأس العالم الفين وثلاثة وعشرين يتفق تماما مع الرعاية الكبيرة التي تحظى بها الحركة الرياضية من جلالة الملك المفدى وحرص جلالته الدائم على توفير أشكال الدعم والمساندة للمنتخبات الوطنية في سبيل رفع اسم وعلم البحرين عاليا في مختلف المحافل والمشاركات الخارجية وأشاد سموه بالدور البارز الذي يلعبه سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية في تهيئة الأجواء المثالية لكافة المنتخبات والأندية الوطنية في المحافل الخارجية والتي أسهمت في تسجيل العديد من الإنجازات ودور سموه الكبير والبارز في تقديم كامل الدعم للمنتخب الوطني الأول لكرة اليد في البطولة الأسيوية كما أشاد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة بجهود رئيس مجلس إدارة الاتحاد البحريني لكرة اليد سعادة السيد علي عيسى إسحاقي في توفير الأجواء المميزة للمنتخب الوطني مثمنا سموه الجهود البارزة التي بذلها اللاعبون والروح القتالية العالية التي قدموها طوال المباريات السابقة مطالبا سموه اللاعبين بتقديم المزيد من الجهود في المباريات المقبلة كما أشاد سموه بجهود الجهازين الفني والإداري ودورهم البارز في تسجيل هذا الإنجاز المشرف اشتركوا في القناة